بسم الآياب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين سؤال الإسحاح الـ 26 كان بيقول إلا ماذا ترمز الألواح الرأسية والعوارض الأفقية؟ طبعا الألواح الرأسية دي عشان يتثبت عليها الأخطية بتاعة الخيمة والعوارض هي برضو عشان تثبت الأخطية من الناحية التانية وبالتالي فالألواح والعوارض متقطعين على بعض على شكل صليب ومعمولين من الخشب فالألواح والعوارض المتقطعين هم رمز لخشبة الصليب في العهد الجديد وعشان كده إحنا لحد دلوقتي في أغلب الكنيس يتعامل صلبان من خشب داير داير الكنيسة بالزبط كمثال خيمة الاجتماع بسم الآياب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين الإسحاح الـ 27 وتصنع مسبح للمحركة من خشب الصند طوله خمسة أزرع وعرضه خمسة أزرع يعني يكون مربع وارتفاعه ثلاث أزرع وتعمله قرون على زواياه الأربعة منه تكون قرونه وتغشيه ورده بالنحاس وتصنع صحون كتيرة عشان ترفع فيها الرماد بتاع الزبيحة وكمان كذا جروف وكذا حوض وكذا شوكة وكذا شرية كل الأنية تصنعها من النحاس وتصنع شبكة كبيرة من النحاس وتصنع الشبكة فيها أربع حلقات من النحاس على الأربع أطراف علشان تسقطها جوه المسبح المجوف علشان تبقى تحت الحاجب أو الحفة بتاعته من أسفل تقريبا توصل لنص المسبح المجوف وتعمل عصتين للمسبح من خشب الصند وتغشيهم بالنحاس علشان يشيروا منها المسبح الكهنة وينقلوه وتدخل العصتين دول في الحلقات فبكده تكون العصتين على جانم المسبح علشان الكهنة يشيلوه منها المسبح يكون مجوف زي ما أنا وريت لك المنظر في الجبل بالضبط أما بالنسبة للساحة الخارجية فمن ناحية الجنوب على اليمين هيبقى فيه سطارة من بوس مبروم مئة زراع طولها من الجهة الوحدة أعمدتها عشرين وقواعد الأعمدة برضو عشرين أخيرها هيكون عاس علشان تدخل في الرمل وتتسبت وما تبشي ولا تدوب وتحط عليها خطفات عشان تعلق عليها بعض الأشياء الخطفات دي هتبقى على الأعمدة وهيكون القطبان كلها من فضة دي الناحية اليمين من الناحية برضو الشمال هتحط أسطار طولها برضو مئة زراع وأعمدتها عشرين وقواعدهم عشرين برضو من نعاس وعليهم خطفات والقطبان تكون من الفضة وفي عرض الدار من جهة الغرب بقى هيبقى فيه خمسين زراع بس وأعمدتها عشرة وبرضو قواعدهم عشرة لأن دي الناحية الغربية علشان يبقى الشكل في الآخر مستطيل وعرض الدار من جهة الشرق اللي هي مدخل خيمة الاجتماع خمسين زراع خمستاشر زراع من الأسطار هتعملها للجانب الواحد وأعمدتها تلاتة اللي هم قواعدهم تلاتة وللجالب التاني خمستاشر زراع من الستاير أعمدتها تلاتة وقواعدها تلاتة وباب الدار هيبقى ما بينهم عبارة عن سطارة ممكن تحركها هيكون طولها عشرين زراع من القماش الأسمناجوني والأرجوان والكرمز والبوس المبروم يعملها واحد خياط ماهر أعمدته هتكون أربعة وقواعدها أربعة لكل أعمدة الدار حواليها هتعمل قطبان من فضة وعليها خطفات من فضة وقواعدها من نحاس كده يبقى الدار على شكل مستطيل طوله مئة زراع وعرضه خمسين زراع وارتفاعه خمس أسرع من بوس مبروم وقواعد كلها من النحاس زي ما قلتلك وكل أواني المسكن في كل خدمته وكل أوتاده وكل أوتاد الدار من النحاس وإنت تؤمر بني إسرائيل إن هم يجيبوا لك زيت زاتون معصور نقي علشان تحطوا للإضاءة بتاعة السراج بتاعة المنارة الزهبية في خيمة الاجتماع برى الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الأقدس هيبقى فيه المنارة الزهب على الناحية اليمين برى القدس خالص اللي فيه تابوت العهد المنارة الزهب دي مسؤولة عن ترتبها هارون وبانون يولعوا السروج فيها من زيت الزيتون يولعوا إضاءة من المساء للصباح قدام ربنا دي فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل ودي اللي تشبه دلوقتي الأنديل اللي بيبقى في شرقية الهيكل اللي مولع طول الوقت رمز لربنا اللي عنيه لا تخفل لا نهارا ولا ليلا بسم الآب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين لو نلاحظ إن الإصحاح السبع وعشرين هو أقصر إصحاح في اللي فاته واللي وصف الدار الخارجية لخيمة الاجتماع وإنه هو أبسط إصحاح فيهم الكلام اللي فيه مباشر والوصف اللي فيه قليل على عكس الإصحاحين اللي فاته اللي بيوصفه الخيمة من جوه الكدس وكدس الأقداس والدار الخارجية اللي موصوفة هنا في الإصحاح هو الجزء اللي خاص بالشعب ده الجزء اللي بيدخله الشعب عشان يقدم محرقات أما الكدس وكدس الأقداس اللي موصفين بالتفصيل قبل كده فده الشعب ما بيشوفهوش ده بيدخل فيه الكاهن وبيخش فيه رئيس الكاهنة لكدس الأقداس وده يشير أحبائي إن فيه أعماق في اللهوت مش سهلة الفهم وتحتاج إلى عمق ودراسة ومعلومات وبحث وفهم أما الجزء الخارجي اللي خاص بالعبادة فهو جزء بسيط وده هو اللي مطلوب مننا علاقتنا بربنا هي الدار الخارجي هي جزء بسيط جدا والعلاقة مباشرة جدا عبارة عن صلاة وزبيحة وصوم وسجود أمور بسيطة ومباشرة أما دراسة اللهوت والتعمق فيه فدي أمور مش أساسية في الخلاص لكن إن الإنسان يعيش مفاهيم اللهوت من فداء وزبيحة وصلاة وصوم وعبادة هي دي اللي تخلص الإنسان بولس الرسول في العهد الجديد قال أخشى أنه كما أفسدت الحية حواء قديما هكذا البعض يفسدون أزهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع العلاقة بربنا بسيطة وعمل ربنا بسيط خلقنا وحبنا فنزل يفدينا عشان يدخلنا السمع بهذه البساطة والعبادة بتاعتنا من النحية التانية برضو في منتهى البساطة صلاة وسجود وعرفان وصوم وزبيحة إذن اللي مطلوب بسيط علشان كده في رحلة التغيير نسأل نفسنا أسئلة بسيطة ومباشرة الكصة مش محتاجة تعقيد هي ببساطة هل أنا بصوم وبصلي بقرأ إنجيلي وبتوب وبتناول هي دي الأمور اللي ببساطة الإنسان بيخلص من خلالها أما عمل الله اللي خاص بالكدس وكدس الأقداس اللي بيشيره للهوت المسيح وفداؤه وعمل الروح الكدس أمور الشعب سمع من موسى شرحها وآمن بيها لكن أغلب الشعب هيعيش ويموت وهو لا شاف الكدس ولا شاف كدس الأقداس كل خدمته وعبادته هي في الدار الخارجية عشان كده أحبائي رحلة التغيير بسيطة لأنها عبادة بسيطة كعرفان لله اللي أحبنا لكن أخاف إن الإنسان ينشغل بأمور لهوتية عميقة تلعي وتشغله وأثناء التبحر فيها يكون كثيرون من البسطاء قد تسللوا إلى الملكوت بسم الآب والابن والروح الكدس لله الواحد أمين سؤال الإصحاح السبعة وعشرين بيقول في الإصحاحين اللي فاتوا والإصحاح ده اتذكرت كل مكونات خيمة الاجتماع سواء برة في الدار الخارجية أو الكدس أو كدس الأقداس ولكن السؤال بيقول يوجد مكون واحد أو حاجة واحدة بس اللي لسه ما تذكرتش دلوقتي وهتتذكر في الإصحاح الثلاثين والوحي المقدس قصد إنه يأخر ذكرها يا طرى لو لاحظتوا إيه الحاجة الوحيدة اللي لسه ما تذكرتش إزاي موسى يعملها لحد دلوقتي في خيمة الاجتماع